الفيتامينات والمعادن من العناصر المهمة لجسم الإنسان والصحته اليوم راح اتكلم أنا وزميلتي الدكتورة نور النيباري طبيبة العائلة في مركز ضمان عن أهمية الفيتامينات ودورها المهم لجسم الإنسان في البداية حب أشكر شركة مستشفى الضمان الصحية حياة شاء الله دكتورة نور الله حيج دكتورة أنفال وأنا سعيدة بتواجدهني ويعني موضوع راح يكون شيق إن شاء الله موضوع جدا مهم الفيتامينات وحاليا مع الفترة هذه الناس وائد تتسائل ووائد تسولف من أهمية الفيتامينات من الأطفال إلى كبار السن صح صح وخاصة الحين مع فترة الكوفيد 19 أنت تذكرين في بداية الجائحة الناس كلها بدأت تكلم عن الفيتامينات شون الفيتامينات اللي أقدر أخذها عشان أنا أقل نفسي من الكوفيد أو يرفع مناعتي أو يرفع مناعتي صح فتشوفين أن هناك وائد ناس قاعدين يفتون ويقولون أن هذا زين وهذا زين بس بالنهاية دائما نحن نقول أخذوا الحاجة من أهل الإختصاص طبعا في البداية حب أسألك الدكتورة نور شنو أهمية الفيتامينات للجسم الإنسان بصورة عامة الفيتامينات مهمة جدا الفيتامينات نقدر نقول أنها هي الشيء اللي يساعد على الكثير من العمليات داخل الجسم سبحان الله الجسم يسوي آلاف أو ملايين العمليات الدقيقة اللي بين الخلايا اللي في الدم وغيرها وفي أنواع كثيرة من الخلايا في الجسم فعلى أساس أن الخلايا تقدروا تقوم بوظيفتها تحتاج الفيتامينات كل فيتامين لا وظيفة معينة في الجسم وأحد الفيتامينات هذه فيتامين ووايد ناس يحبونه ووايد ناس يسئلون عنه دال أتوقعت لأن فيتامين دال هو مو فيتامين عادي هو يعتبر هرمون نقدر نقول صح وهو من الفيتامينات اللي تم تصنيعها داخل الجسم عن طريق الجلد الجلد هو اللي يصنع الفيتامين دال لكن أنت لاحظت مع فترة الكوفيد بداية الجائحة كلنا قاعدنا في بيوتنا صح ما قمنا نطلع جنا فيلم صح صح ففي هذه الفترة منظمة الصحة العالمية حطت توصية قالت أن الناس اللي منعزلين قاعدين داخل البيوت ما قاعدين يتعرضون حق أشعة الشمس ممكن يأخذون لهم فيتامين دال هنا على أساس أن نعاد الفيتامين دال لأنه هرمون مهم للجسم بس دكتورة نور لازم نذكر للمشاهدين أن فيتامين دال بالذات ما يصنع نأخذها بجرعات كبيرة وما يصنع نأخذها بدون تحاليل مثلا عشان نشوف نسبة فيتامين دال في الجسم ما يصنع نأخذها بدون استشارة طبيعي طبعا أكيد أكيد أنت تخيلي الحين حتى أنا لاحظت أن الناس اللي قاعدين يأخذون الفيتامين دال من روحهم يوني العيادة سوي لهم تحليل فيتامين دال ولا هو فوق الطبيعي صح وهذا غلط دعيني نوضح فرق الفيتامين ليس فيتامين دال الشيء ديك أحيそير معه فيتامين دال هو أحد الفيتامينات اللي اتضب بالدهون ما اتضب بالماء فمعناته إن طريقة استخراجها من الجسم أو عشان تطلع برى الجسم ما تطلع عن طريق تكرمون البول مثل الفيتامينات اللي اتضب بالماء مثل hi bien bitamins C, bitaming B هذول الفيتامينات تطلع مع تكرمون البول لكن الفيتامين دال لا طريقة حفظة أصلا هي عن طريق الكبد فأنتوا تخيلوا إذا خذيتوا كميات عالية من فيتامين دال شنو ممكن يصير دكتورة أنفال أكيد راح تقولي لي طبعا راح قلاتت جمع في الكبد وراح ينعكس على صحة الإنسان أمية بالأمية مثل ما قلتها يتأثر على الكبد ويسبب سمية في الكبد أو ممكن حتى يسبب فشل في الكبد إذا إحنا أهملنا الموضوع وقلت مثال على واحدة يتني من زمان يعني يتني تشتكي تقولي دكتورة أنا تخيلي كل هالأعراض صارت فيني عقب ما أنا خذيت فيتامين دال يوميا بجرعة خمسين ألف وحدة يعني خمسين ألف وحدة هذه جرعة عالية فتخيلي قاعدة تأخذها يوميا صار فيها أعراض غريبة جدا بدت معاها أعراض سمية في الجسم وهذا الشيء أدى إلى خلل كبير في وضاء فيتامين وما يرجع مرة ثانية للأسف للأسف قال متى أحسن وقت إذا قعدت فيه بالشمس تحصلين يعني الكمية الحلوة من فيتامين دال يعني هل أذكر قال لي بعد صلاة الفير أو مثلا إذا قعدت الظهر أو إذا قعدت الصبح فاش رايش يجاوبين على المشاهدين سؤال مهم جدا في شمس الكويت طبعا كلما رايح نقول حقا الناس قعدوا في شمس الظهر هذه القائلة القائلة لأن خلاص يعني أول شيء هذه الأشعة الشمس ممكن تكون مضرة تزيد من النوبات التي تكون ضربة حرارية أو ضربة الشمس فإحنا نحاول ناخذ الشمس لشوية باردة فالكمية شكثر تقعدون بالشمس هذه تعتمد طبعا من بين دراسة ودراسة لكن في الغالب هي كلها نحتاجها عشر دقايق لربع ساعة بالشمس وحتى حتى يعني يقول لك حتى الوي كافي أنه يمتص أشعة الشمس بس بنفس الوقت هنا مثل ما قلت أشعة الشمس حارة بالكويت الدنيا صيف مو ما لنحنا نروح نقعد بالشمس صح تحت الشمس خاصة أن مضار الشمس الحين كثيرة يعني أمو عشان فيتامين دال وأنا قلت شيئا معظم اللي في الكويت بشرة سمرة بشرتهم سمرة عدل وعندهم نقص لأن بشرتهم سمرة عندهم نقص وهذا شي طبيعي إن شاء الله اللي يقعدوا كل يوم في الشمس الكويت ما رح يصيب فيتامين دال عندهم طبيعي صح لأن امتصاص الأشعة هذه أو البيتامين دال تكوين بيتامين دال عندهم مختلف عن اللي بشرتهم بيضة ففي الغالب اللي بشرتهم سمرة تشوفون نقص فيتامين دال عندهم أكثر يمكن من اللي عندهم بشرة بيضة وهم في عوامل وايد كثيرة تلعب دور في هالموضوع لكن يعني أنا أقول لكم تابعون تسألون عن فيتامين دال وراجعونا في ضمان وسألونا عنه ما رح تقصرهم طبعاً تسألهم تحالي الدم وتشوفهم نسبة الفيتامين دكتورة نور خلينا ننتقل شوي حق موضوع وايدهم البنات في البداية حابة أسألت شنو الفرق بين المعدن والفيتامين هو المعادن والفيتامينات هي مثل ما قلنا مواد نزين تساعد الجسم على العمليات الموجودة بس هو واضح شنو معنات اسم المعدن المعادن هي الأشياء اللي موجودة في الطبيعة هي عناصر وليست مركبات الفيتامينات عبارة عن مركبات المعادن هي عناصر بس هم هي مركبة يعني هي أملاح نقدر نقول لأنه يكيد الجسم ما رح يمتص إلا الأملاح ففي عندكم أملاح الحديد أملاح الزينك في وايد أنواع من المعادن اللي يستخدمها الجسم عشان يكون طبيعي بنهاي احنا مخلوقين من شنو سبحان الله هذه طبيعة جسم الإنسان والطين يحتوي على كثير من المعادن وأحدها الحديد النحاس صحيح؟ يعني في وايد معادن الحديد طبعا دكتورة نور من العناصر المهمة حق صحة البشرة صحة الدم حق ومهم جدا عند البنات وايد تحاتي نسبة الحديد عندها خصوصا إذا صار عندها تصاغط في الشعر صار عندها هذا بلان في البشرة ممكن تكلميننا عن أهمية معدن الحديد للجسم؟ أكيد يعني الحديد هو من العناصر المهمة لتكوين الدم كريات الدم الحمراء هي لها لون أحمر بسبب هذا الملح الحديد اللي يحتاج الجسم عشان نكون خلايا دم حمرة صحية الخلايا الدم الحمرة هذه تحتاج كمية كبيرة من الحديد عشان تتكون ومكان تخزين الحديد يعتمد هنا طبعا عندنا في الكبد حتى ممكن يكون فالحين الحديد لما يكون عندنا نقص فيه شنو يصير؟ إن الدم يقعد يدور حديد صح يدورنا وين أقدر أن أكون خلايا دم حمرة يديدة ما في عندي حديد كفي فيقوم هو شنو يسحب من المخازن مخازن الحديد اللي موجودة فيسحب من المخازن بعدها نتقل مخازن الحديد ويبدأ يهم ظهور الأعراض اللي تنبه الجسم ترى فيه نقص في الحديد موجود وحدها تساقط الشعر البهتان في البشرة البشرة تصير لونها أصفر دقات القلب عندما تصعد الدلية تقولها ما فيني شدها ما دريلاش قلبي يدق حيل فتشوفين هنا وايد فيه أشياء أعراض بس الحمد لله يعني هو شنو أسوأ عرض ممكن يصير مع الحديد أو نقص الحديد وما قمنا نشوفه الصراحة الحين لأن العلاج مالحديد وايد ممتاز اللي هو فشل القلب اللي هو آخر شيء ممكن يصير بس الحمد لله ما قمنا نشوفه وايد لأنه قمنا نعالجا بيتشر قمنا ننتبه عليه أكثر فنادر ما تشوفين أن هذا الشيء يصير والحمد لله ما قاعد نشوفه بالكويت دكتورة إذا يدكم عيادة الضمان أبي أتيك مثلا على مستوى الحديد في الدم شمال التحاليل اللي تقدمونها لي نقدم لكم الهموغلوبين نشيك على الهموغلوبين والحديد الحر حاليا مخازن الحديد مموجودة عندنا في المختبر لكن إن شاء الله بتكون متوفرة بس أنا ودي أحب أقولي حتى لو مثلا تم علاجكم من الحديد نقص الحديد والشديد مهم جدا المراجعة عشان نعرف هل تحتاجون دوة وقائي يعني نحن نعطيكم حديد بجرعات صغيرة عشان نحافظ على مستوى الحديد هل هناك سبب مرضي لنقص الحديد ولا لا غير شيء المتابعة جدا مهمة هنا لأن هم فيه أشياء تشبه نقص الحديد يعني مخازن الحديد لما تنزل مو شرطة تسوي نقص أو فقر في الدم صح يعني مو شرطة تأثر على الهموغلوبين لا يعني ممكن تصير الأعراض حتى بس مع فقر في مخازن الحديد تساقط الشعار حتى تعرفين الناس اللي هزون ريلهم وايد هم هذولة احتمال يكون عندهم نقص حديد ففي وايد أشياء لها علاقة في بعض وطبيب العائلة هني ممكن يعطي الإجابات دكتورة نورة أنا شوف يا أبا معاج فيتامينات على الطاولة ممكن تشرحي اللي نوعك الفيتامين وأهميتها هو الفيتامينات اللي أنا حطتها مجرد أمثلة يعني تحصن بالسوق وايد وايد أدوية موجودة بس من أهم النصايح اللي أنا ودي أقولكم عنها اللي هي سالفة المكونات فمثلا في وحدة تشوف يعني بيتامين حق الشعر تروح تشتري بيتامين حق البشرة صح حق الأظافر بعدين تروح تاخذ حق الأظافر صح ولا تاخذ هذا البيتامين تشوفينها تاخذ ست بيتامينات بيوم واحد صح وهذا خطأ احنا قلنا سبق وقلنا أن خاصة البيتامينات اللي الدوب في الدهون ممكن تتجمع في الجسم ويصير في تراكيز سمية المعادن كذلك يعني هم زيادة المعادن صح ممكن تكون مضرة فتشوفون أنه في قيم غذائية موجودة هنا كم مليجرام فهذا مهم جدا تقرونه وحاولا إذا بتاخذون فيتامين لأن الدكتور قال لكم لازم تاخذونا مو من كيفكم لازم الدكتور يقال لكم لازم تاخذونا إذا خذيتوا أكثر من فيتامين لازم يعني ما يكون فيه نفس المكونات صح لازم الجرعة اللي هي أقصى جرعة ممكن ياخذها الإنسان في اليوم يعني مثلا فيه جرعات معينة جرعات معينة فعلا طبعا يعني الحديد أعلى جرعة ممكن يتحملها الجسم في اليوم الفوليك أسد الكالسيوم كل فيتامين أو كل معدن لنسبة معينة صحيح احنا ما تكلمنا عن الدهون الدهون اللي ممكن ياخذونها الناس أنا بس بوريكم هنا مثال على حبة وكبسولة هي هذه الكبسولة مات البرمبروز أويل فتشوفون أن الجل اللي موجوده ففي واحد الناس ياخذون هالنوع من الحبوب أو الكبسولات اللي فيها دهون داخل فالحين في واحد الناس يستخدمون هذا الشيء حتى الأوميغا ثري حتى الأوميغا ثري بس أنا حبيت أن أوريكم يعني أنه مو شرط الفيتامين أو هذا مو فيتامين على فكرة دهون أساسية يعني هي بعدة أشكال واحدها الدهون مثل بريم روز أويل اللي هو زهرة الربيع أو زهرة المساء وعندكم الأوميغا ثري ممكني بهذا الشكل بس عندكم هالنمحبوب ممكن تكون الذوب يعني مثلا في ناس اللي مساويين تكميم أنا شوفهم أنه في وايد ديكاترا يوصفون هذا النوع من الفيتامينات اللي تكون الذوب بالحلج يعني يكسرونها بالحلج فتكون سهلة الامتصاص وبعدين في دكتورة اللي يكونوا بعد فيه اللي يون على شكل شراب أو يون على شكل نفس الجيلي خصوصا حق الأطفال الجيلي وايد حلو حق الأطفال بس هم لازم الأمهات ينتبهون على الأسنان لأن فيهم شكل فعقب ما يأكلون الجيلي القميز خليتم مضمضون بالماي الأطفال على أساس أنها ما يعلق بين أسنانهم ديكاترة الأسنان أنا عرفهم ما يحبون القميز هذا ولا أنا صد من أسوأ الأشياء حق الأسنان غير شيء أنا بغيت أوريكم أنها ممكن يكون صورة البيتامين أو السبليمين تكون بهذه الطريقة عادتها تكون الأعشاب تكون موجودة في هذه الهيئة إن زين لكن لازم ننتبه على شغلة نرى أن هناك أنواع مختلفة من الأشكال التي لها علاقة بالفيتامينات والمعادن والزيوت ليس معنات أن هذا ينفع لك ينفع حق غيرك صح فشفتوا هذا النوع مثلا إذا أخذيتوا قبل النوم هذا ترى ممكن يلتصق في المريء المريء يعني فيه توصيات معينة لأخذ هذا النوع من الحبوب حق كل نوع لتوصية خاصة فيه فلا تهملون هذا الشيء يعني لا تسمعون أحد خذا إفادة معناتها يفيدكم وتمشون على طريقتها وتكتشفون أن الطريقتها غلط أنتم يمكن تضررون نفسكم فدائما نستشيروا الطبيب على كيفية استخدام الأدوية والفيتامينات وشنو هي أحسن طريقة للاستخدام دكتورة نور شكرا لك على المعلومات القيمة ونشوفكم في فقرات قادمة من برنامج كلام ديكاترا